موسيقى الرئيس السيسي يوجه بضرورة مواصلة برامج التوعية بفيروس كورونا المستجد رئيس الوزراء يطلق اليوم الاستراتيجية المصرية لمكافحة التغيرات المناخية لجنة النيتو العسكرية تبحث اليوم العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتوسيع الحلف نشرة الاخبار من قناة النيل اهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع شارك فيه مستشار الرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بضرورة مواصلة برامج التوعية بفيروس كورونا المستجد وحملات تطعيم مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عودتاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا وقد عرض الدكتور محمد عودتاج الدين في هذا الاطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية مشيرا الى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الاصابة بالفيروس بوجه عم وان معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من اعراض بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج توعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعة المنشطة وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية اطلع السيد الرئيس على مستجدات مبادرة انهاء قوائم الانتظار لاجراء العمليات الجراحية للحالات الحارية موجه سيادته بتحقيق الاستفادة المسلة من الامكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة او المستشفيات الجامعية كما تابع السيد الرئيس سير العمل بكل من مبادرات تشخيص الاورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير احدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد وكذا جهود الوقاية من شلل الاطفال موجه سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الاطفال حدثه الولادة لتطعيم المضاد لمرض شلل الاطفال والجرعات المنشطة منه اضاف المتحدث الرسمي ان الدكتور محمد عوى التاجدين اعرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وقد وجه سيد رئيس باستكمال العمل على انشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة كما اطلع سيد رئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الاطار لسيما الادوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام يطلق اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستراتيجية المصرية لمكافحة التغيرات المناخية كان الدكتور مصطفى مدبولي وجه عقب اجتماعه مع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة في مصر الدورة السابع والعشرين لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بسرعة تدشين الموقع الالكتروني الخاص بهذا المؤتمر في مستهل اجتماع الحكومة برئاسته بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باهمية تكسيف تواجد الوزراء وادقم العمل المختلفة بمقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة تمهيداً لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الادارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على سرعة ترقمة ما تم توقعه من وسائق تعاون بين مصر وتونس خلال زيارته لدولة تونس الشقيقة سعياً لتحقيق مصالح وتطلعات البلدين كما أشار رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم توقعه من مستهدفات الحكومة وإطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيزه وفي ملف الصناعة كلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بسرعة الإعلان عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع وبنظام التمليك لمن يرغب وسعر تلك الأراضي وآلية السداد واختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص الصناعية للتيسير على المستثمرين الصناعيين كما وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة تطوير مطار سفينكس لأنه يكتسب أهمية كبرى لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وعن أهم القرارات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء استثناء أسر ضحايا ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية أسوة بأسر شهداء ومصاب القوات المسلحة والشرطة بزات قواعد التسعير للوحدات السكنية المخصصة للقوات المسلحة والشرطة أحمد أبو الحسن النيل في مدينة رمالة بالضفة الغربية المحتلة أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا حذرت فيه من تدعيات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جينين ومخيمها بشكل يومي وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين واستمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك وطالب بيان الرئاسة الفلسطينية لإدارة الأمريكية بضرورة التدخل الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية اليومية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأخيرة غدا الجمعة في قصر بعبدة بالعاصمة بيروت برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد شلل سياسي طويل أو احتمال الانزلاق للعنف هكذا تلوح نوضر خسارة حزب الله وحلفاه للأغلبية بالبرلمان اللبناني وفقا لمحللين يرى المحللون أن هذه الخسارة قد تعقد إنجاز للسحقاقات المقبلة الملحة الحزب الذي احتفظ وحركة أمل بالمقاعد المخصصة للشيعة وعددها سبعة وعشرون عجز عن تأمين خمسة وستين مقعدا بالبرلمان المؤلف من مئة وثمانية وعشرين مقعدا بعد خسارة حلفاء تقليديين له مقبل البرلمان ثلاثة عشر نائبا على الأقل من المعارضة المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية نتيجة ستجعل تركيبة البرلمان مشتتة من دون أكثرية واضحة لأي طرف تبدأ ولاية المجلس الجديد الأحد المقبل وسيكون أمامه مهلة خمسة عشر يوما لانتخاب رئيس له ويعد ذلك وفقا للمحللين أول اختبار للمعارضين بعد أن أعلنوا أنهم لن ينتخبوا نبيه بري رئيسا للبرلمان رغم عدم جدية اعتراضهم لعودة المنصب للطائفة الشيعية ومن المستبعد أن يشارك أي من المعارضين الجدد في أي حكومة ائتلافية تضم شخصيات سياسية تقليدية المعركة الثالثة ستكون في انتخاب الرئيس ليخلف ميشيل عون أزمات مقبلة يتوقع المحللون أن تتسبب في فترة طويلة من الشلل داخل مجلس النواب اللبناني ويمكن أن تؤخر الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي في مقابل تقديم مساعدة ملحة إلى لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من عامين في بروكسل تعقد اللجنة العسكرية في الحلف الأطلسي اجتماعا بمشاركة رؤساء هيئة الأركان لجوش الحلفاء وترأس الأدميرال روب باور ومن المقرر أن يبحث اجتماع الناتو على عمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بالإضافة إلى توسيع الحلف وخاصة الجهود الجارية للصياغة المفهوم الاستراتيجي الجديد حيث سيعرض على القمة الأطلسية في يونيو المقبل كما سيبحث القادة العسكريون الخطوات العملية لتنفيذ خطة زيادة قدرات الحلف في دول شرق الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأمريكية واشنطن قال لويد أوستون وزير الدفاع الأمريكي عقب لقائه نظري سويدي بيتر هولتكفيست إن انضمام السويد لحلف نيتو يمثل نقلة نوعية دفاعية إن انضمامكم للحلف يمثل نقلة كبيرة في منظمة الدفاع عن أنفسنا وبالطبع ما يزيد من أهمية هذا الانضمام الأحداث الحريقة التي نمر بها في الوقت الحالية الغزو غير المبارر من قبل روسيا لأوكرانيا ذات السيادة الحرة والجارة الديمقراطية لنا يمثل وبوضوح التهديد الذي يمارسه السيد بوتين على الأمن الأوروبي ككل من جانبه قال بيتر هولتكفيست وزير الدفاع السويدي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حربا غير مبررة على أوكرانيا الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية أصبحت واقعا نعيش والأحوال تتغير بين الحين والآخر وتحت هذه الظروف نرى أن الرئيس الروسي بوتين أقدم على هجوم غير مبرر على جارتنا المسالمة أوكرانيا الحرب تشتعل في أوروبا بشكل لم نشهده منذ الحرب العالمية الثاني الدعاية التي تقوم بها روسيا لم تعد تفلح في إخفاء حقيقة قيادتها الاستبدادية تلك الدعاية لم تستطيع أيضا أن تخفي جرائم الحرب التي تقوم بها روسيا اندمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي نيتو إلى جانب أيسلندا يمثل مثلثا استراتيجيا يؤدي إلى إحكام القضة الاسكندنافية الاستراتيجية على بحر البلطيق وهو نقطة وصول القوات الروسية البحرية إلى مدينة سانت بيترسبرغ في تطور يصبح معه تخطيط العسكري للحلف أبسط بكثير مع مضاعفة مسافة الحدود المشتركة بين الحلف وروسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد في وقت سابق في مايو الجاري برد وصفه بالعسكري والتقني في حال اندمام فنلندا والسويد إلى نيتو من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الرد الروسي على اندمام البلدين إلى نيتو سيكون مفاجأة مشددة على أن الأمر مطروك في المقام الأول للجيش الروسي وعبر أعضاء الحلف عن قلقهم من أن تستخدم روسيا أسلحة نووية أو المزيد من سواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في منطقة كالينجراد عبر بحر البلطيق المحصورة بين الحلفين بولندا ولتوانيا لسيما أن معلقين روس يرون أن هذا التطور يحتم تغيير العقيدة العسكرية الروسية بما يتيح وبوضوح استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لفتين إلى أن تشكيل قوات روسية جديدة تغطي حدود الدولة وتشكيل وحدات جديدة في الدائرة العسكرية الغربية سيستغرق وقتا طويلا إلى حد ما وبالتالي يتعين تحقيق التوازن بسرعة واعتبروا أن الوسيلة الوحيدة التي لا بديل لها عمليا لاستعادة التكافؤ في هذه الحالة هي نقل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية وأسطول البلطيق وبالتالي تزويد سواريخ اسكندر المتمركزة في المنطقة العسكرية الغربية الروسية بها وكذلك سواريخ كاليبر الموجودة على السفن والغواصات التابعة لأسطول البلطيق إذ يجب تسليحها برؤوس حربية نووية كرادع للحلف معتبرين أن هذه هي الطريقة الوحيدة غادر أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع أزفستال للصلب في ماريبول ويأتي هذا في الوقت الذي تضربت فيه الأنباء التي تصدرها كل من أوكرانيا وروسيا عن عدد المقاتلين الذين غادروا المصنع في اليوم الرابع والثمانين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما زالت أزمة المحاصرين في مصنع أزفستال للصلب في مدينة ماريبول الساحلية شرقية البلاد تتصدر المشهد فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 959 جنديا أوكرانيا ومن بينهم 80 جريحا استسلموا منذ يوم الاثنين في المجمع وأسروا من جهتها أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أملها في تنفيذ إجراءات تبادل لإعادة هؤلاء الأوكرانيين في أسرع وقت وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش الروسي يركز جوده على محاصرة الوحدات الأوكرانية قرب أزفستال بقصف مدفعي وضربات جوية وفي منطقة لوغانسك شرقية أوكرانيا قتل أربعة أشخاص الأربعاء حيث تحول القوات الروسية تحقيق اختراق قرب بوباسنا ونحن سوفيرو دونيسك إحدى كبرى المدن الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في هذه المنطقة وسط قصف مكثف على السكان المدنيين بحسب مسؤولين أوكران وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي يحاول تطويق القوات المسلحة الأوكرانية وهزيمتها من أجل السيطرة التامة على دونيسك ولوغانسك وخيرسون أما في العاصمة الأوكرانية كييف فقد بدأت محاكمة جندي روسي يبلغ 21 عاما متهما بقتل مدني يبلغ 62 عاما في نهاية فبراير في كييف وهذه أول محاكمة لجندي روسي بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ دخول قوات موسكو إلى الأراضي الأوكرانية الجندي المتهم بقتل المدني أقر بأنه مدن معترفا بكل الوقاع التي نسبت إليه ويوجه الجندي الروسي عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة واعتبرت المدعية العامة الأوكرانية أن هذه المحاكمة إشارة واضحة على أنه لن يفلت أي جلاد من العدالة بحسب تعبيرها مؤكدة أنها فتحت أكثر من 11 ألف تحقيق في جرائم حرب ومن جانبي قال الكريملين أنه ليس لديه معلومات عن هذه المحاكمة ولا عن المتهم مؤكدا أن الاتهامات العديدة بارتكاب جرائم حرب ضد الجيش الروسي مزيفة أو مفبركة أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت دول غربية كثيرة من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أعادت فتح سفارتها في كييف خلال الشهر الماضي بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا للتركيز على هجوم في شرق البلاد أعلنت موسكو طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان ردا على خطوة مماثلة شملت طرد دبلوماسيين روس بإطار تحرك أوروبي مشترك بمواجهة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وكانت دول أوروبية عدة أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسلوبانيا والنمسا والفولندا واليونان وكرواتيا أعلنت أيضا طرد دبلوماسيين روس منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي في مدينة نيويورك قال أنتونيو جوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة في اجتماع وزري نظمته الولايات المتحدة إنه على اتصال مكثف مع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وإنعاش صادرات الأسمد الروسية يجب على روسيا أن تسمح بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية على نحو آمن ويجب أيضا أن تصل الأغذية والأسمد الروسية إلى الأسواق العالمية دون قيود لقد قمنا باتصالات مكثفة مع قادة ومسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وإنعاش صادرات الأسمد الروسية إنني متفائل ولكن لا يزال هناك طريق علينا أن نقطعه التدعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف في سياق متصل قال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية إن بلاده لم تتسبب في حدوث أزمة غزاء عالمية بعد قرارتها بمحاصرة موسكو البعض يحاول أن يلقي باللائمة فيما يخص الأزمة الغذائية على العقوبات التي فريضت من قبل الولايات المتحدة والغرب على روسيا ما تسبب في تعميق هذه الأزمة هذه ليست الحقيقة لقد قمنا بفرض العقوبات على روسيا لإنهاء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لقد أنشأنا عمدا وبعناية استثناءات السلع الزراعية نحن نعمل كل يوم للحصول على أي معلومات عن الدول المتضررة لتقديم المساعدة التي يحتاجون إليها نعمل كل يوم ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 525 مليون حالة و379 ألف حالة وأفعلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تجاوزت 6 ملايين و283 ألف حالة وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا بإجمالية إصابات نحو 82.9 مليون حالة في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بحوالي 30 مليون و7 من 10 حالة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سالفان إن بلاده تعتقد بوجود إمكانية حقيقية بأن تجري كوريا الشمالية اختبارا نوويا تزامنا مع جولة أسيوية يقوم بها اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة يكتمعون هنا وديبلوماسيون يتحركون هناك لكن على الأرض يبدو أن الوصول إلى استقرار في الكوريتين أمر بعيد المنال فالوليات المتحدة تعتقد بوجود إمكانية حقيقية بأن تجري كوريا الشمالية اختبارا نوويا أو أن تستعرض قوتها بطريقة أخرى تزامنا مع أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية واليابان منذ تولي منصبه وقال البيت الأبيض على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإدارة الأمريكية مستعدة للقيام بتعديلات على الأمدين القصير والبعيد في وضعها العسكرية بما تقتضيه الضرورة مشيرا إلى أن واشنطن تنصق مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن أي رد محتمل فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية قلنا في وزارة الخارجية وأشرنا بعبارات واضحة تماما إلى أن أعمالنا الاستخباراتية تعكس الاحتمال الحقيقي بأن يكون هناك إما تجربة صاروخية أخرى أو تجربة نووية نحن نستعد لجميع الحالات الطارئة بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذا الاستفزاز سواء كنا في كوريا أو في اليابان ورحلة بايدن إلى المنطقة ستشهد أول قمة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يون الذي يسعى للحصول على تأكيدات أكبر من بايدن بأن الولايات المتحدة ستعز رضعها الموسع ضد كوريا الشمالية وطلبت إدارة يون من الولايات المتحدة نشر المزيد من المعدات العسكرية ذات القدرات النووية مثل القاذفات بعيدة المدى والغواصات وحاملات الطائرات في المنطقة تعمل حاليا مختبرات مديسة تونسية بتصنيع أول بديل حيوي للإنسولين في تونس لعلاج داء السكري من النوع الأول أمل جديد لمرضى داء السكري من النوع الأول سيكون بديلا للإنسولين في تونس حيث توضح المختبرات أن هذا الدواء الحيوي المصنع محليا يفتح آفاقا جديدة للمرضى بسبب توفره حاليا وسعره المعقول في مختبرات مديسة تونسية تقول نديا بن سعيد السيدلانية المسؤولة عن مشروع التكنولوجيا الحيوية أن سعر الدواء 17 دينارا تونسيا أي 5.5 دولار أي أن تكلفته أقل بنسبة 40% من العقاقير المماثلة المستورادة المتاحة البيوسي ميلاق مديس هو أول بيوسي ميلاق مصنوع محليا في تونس التصنيع ومراقبة الجودة متاعه وزوز معمولين في تونس التطوير متاعه صار على مدة 10 سنين يعني هو تتويج متاع خدمة بدينها من عام 2012 كيف وقعنا في العقد مع الشريك متاعنا اللي قاملنا بنقل التكنولوجيا وجرى تطوير الدواء واسمه التجاري جلاراجين على مدار 10 سنوات وأوضحت نادي بن سعيد أنه تم تصنيعه بالكامل ومراقبة جوداته في تونس وبحسب الإحصائية الأخيرة فإن نسبة مرضى السكر في تونس تتمثل في حدود 21% من السكان هؤلاء المرضى حياتهم ستتغير بهذا البديل الحيوي لأنه مصنوع محليا كما تعمل الحكومة التونسية الآن على تطوير علاج آخر لمرضى السكر من نوع الثاني قدم مهرجان كان السينمائي في اليوم الأول من دورته الخامسة والسبعين هذا العام مشهدين متباعدين من خلال استقباله مخرج روسي المعارض والنجو الهلودي تون كروز في أول أيام دورته الخامسة والسبعين قدم مهرجان كان السينمائي الدولي مشهدين متباعدين من خلال استقباله المخرج الروسي المعارض كيرل سيرينكوفا والنجم الهلودي تون كروز المصابقة الرسمية التي تجمع بين السياسة والبهرجة المعتادة في هذا الحدث السنوية شهدت حضور المخرج الروسي المعروف بأفلامه الجريئة حيث انطلقت المنافسة بعرض فيلم تشايك وايف ويعتزم المهرجان توجيه رسالة قوية إلى روسيا من خلال عرض فيلم سيرينكوفا في أول أيامه غدا تأتحته منصة لرئيس الأوكراني فلودمار زيلينسكي الذي وجه كلمة عبر الفيديو خلال حفلة الافتتاح فضلا عن إدراج عدد كبير من الأعمال الأوكرانية أو أفلام تتحدث عن أوكرانيا عن البرنامج الرسمي ومن بينها ماريو بول اثنين وبعد غياب ثلاثين عاما شارك النجم الأمريكي شهير توم كروز بالمهرجان ليجد في استقباله حجد من أن استجامع للقاء نظرة على النجم الذي يشارك في أكبر حدث سينمائي عالمي لأول مرة منذ ثلاثة عقود ويروج كروز للجزء الجديد من زلسلة توب جان الذي يتوقع نحض بإقبال كبير لدعرض في مهرجان هذا العام الذي يستمر حتى ثامن والعشرين من الشهر الجاري ومع صعود كروز على السجادة الحمراء يستكمل المهرجان تقلده المرتبط بالتألق إذا تستقبل سجادته الحمراء كالعادة كوكبة من النجوم والمتخصصين في المضاق في القاهرة قدمت فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية أولى حفلاتها بدار الأوبرا المصرية والتي تضمنت عددا من التبلوهات الفنية التي تمزج بين الكاسكية والمعاصرة رفع سطار المصرح الكبير بدار الأوبرا على أنغام التانجو الأرجنتيني لنستمتع بفرقة أساطير التانجو التي قدمت أفضل ما في فن التانجو من رقصات وغناء وعزف على الآلاف سعيد بتواجد هنا في دار الأوبرا المصرية لنقدم هذا العرض الفني الذي يعد من أهم عروض التانجو لأنه يتناول رحلة الراحل بيتزولا طورنا كثيرا في الموسيقى والرقصات والأداء على خشبة المصرح يظهر من خلال هذا العرض الفني كل من الثقافة البرتغالية والأرجنتينية مع الحفاظ على روح التانجو الأصلي إنه عرض بروح مختلفة ستشاهدون رقصات تانجو تعبر عن جزورنا وتقاليدنا ونركز على ما قدمه الراحل بيتزولا من موسيقى التانجو المختلفة وأنا سعيدة جدا بتقديم هذا العرض على خشبة مصرح دار الأوبرا ويعتبر أثنائي ماريلا مالدونادو وبابلوسوسا من أهم رقصين التانجو على مستوى العالم لأكثر من عشرين عاما عمر حمزة أني وفي ختام نشاطنا هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يواجهه بضرورة مواصلة برامج التوعية بفيروس كورونا المستجد رئيس الوزراء يطلق اليوم الاستراتيجية المصرية لمكافحة التغيرات المناخية لجنة النيتو العسكرية تبحث اليوم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوسيع الحل وبهذه العنوين مشاهدين نصلوا إلى ختام نشاطنا الإخبارية للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نايل.يزي شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة